السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام أصار مقطع فيديو بعنوان فضيحة البنت العراقية جدلا فيه الشارع العراقي خلال الـ 24 ساعة الماضية وانتشر اسم الفيديو بين المستخدمين على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي وزعمت حسابات على تيك توك أن الفتاة عراقية الجنسية وهذا لم يمنع أن المقطع نال اهتمام وعمليات بحث مكسفة خلال الساعات الماضية وسط تساؤل العشرات عن الفيديو المزعوم وسجل مؤشر البحث العالمي جوجل الألاف العملات البحثية عن الفيديو الأصل المزعوم للفتاة العراقية بشكل غير إلائك وقالت مصادر أن المقطع تظهر من خلاله أحد الفتيات في مظهر غير أخلاقي وينسب لها الحديث بطريقة لا أخلاقية واستخدمت كلمات نابية في تعبيرها وتصدر الفيديو محركات البحث اليوم وتساؤل فئة كبيرة من الأشخاص عن حقيقة الفيديو بالتزامن مع تضرب الأنباء حول فيما يخص هوية الفتاة التي نال دجة وجد العارم مؤخرا ولكن في حقيقة الأمر قامت بعض الأشخاص بنشر مقاطع فيديو من على مواقع إباحية ونسب لتلك الفتاة ولكن في بعض المواقع الإخبارية قالت أن في بيان صادر عن وزارة الداخلية عبر حسابها على مواقع فيسبوك حيث قامت فتاة بابتزاز أختها إلكترونيا ونشرت صورة لها على مواقع انستجرام بسبب نزاع عائلي وفي التفاصيل لجأت الفتاة العراقية إلى الشرطة طالبة للمساعدة قائلا أن أختها نشرت صورتها على انستجرام بسبب خلاف عائلي بينهما لأنها كانت تنتحل شخصيتها من أجل تشويه صمعتها واتصلت الشرطة المجتمعية على الفور بأخت الفتاة بحضور الأسرة وقامت طرفان بحل المشكلة وديا وإلغاء تنشيط الحساب المزيف وحس في المحتوى وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول انتشار مقاطع فيديو مزيفة نصبت لبنت عراقية ده كان فيديو النهاردة واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته